في زوز مناسبات قبل 25 جوليا من بينها غدو يدعو للإحتجاج أمام القطب القضائي هذا دليل بالواضح هو أنه راجل غنوشي مودان في الموضوع وأنه مورط ويعرف روحه اللي هو مورط الخطر سامحني أنا ما فهمتش معناها مواطن ماشي بشي بحث على في موضوع قضية ويعلم أنه بريء ولكن رغم ذلك يطالب معناها الأنصار وغيره بالأهد معناها أنهم يتوجهوا إلى قطب القضائي للإحتجاج أولاً ساعة هذه غالط لأنه هذه عملية ضغط على القضاء وعلى سير التحقيق وهذه غالط ثانياً هذه أنا نعتبره أنه مدام هو عارف وأنه بشي توقف يعرف روحه عام لأنه من الباب الأولى والأحرى أحنا الأصل في الأمور أنك أنت تعرف روحك بريء وتعرف أن القضاء معناها مستقل ويش تغل معناها بدون ضغوطات فأنت تمشي تبحث وتروح كما يعليش في القضية متاع الاجتماع المجلس النواب اللي تعملها ذلك الافتراضي والذي هو فيه تلاعب أمن الدولة وكانوا هزون ويشتهم 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 هي دليل إيدانة لي أكثر منها دليل براء ثم أنا ما فهمت شو معناها؟ معناها فهموا مواطنين درجة أولى في البلاد هذه ومواطنين درجة أخرى علمش هالقيادات متاع حركة النهضة أو غيره؟ و chịل خلق جداً طريقها ويشتهم ويقفون ولوما يشتهم ويشتهم 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 ويعني ويشتهم ويشتهم اويل الواقع الصحية. مفهمتش عليش معناه يعني هم مواطنين فوق روس ومشير ريشة معناه وساعات انتساء للقضاء عليش يتمهى معهم. يعني اليوم كرينا عادل دعلي ع وقت اللي يخرجوه في حال تفراج وقاعدوا يبقى ما هرب. ورينا معناه نوسي حمادي جبالي يعمل العملية يقل شو عالقلب وبعد ولي كلهم حتى نرعشي من يجاي معناه ما لم افهم لماذا القضاء يتعامل بهاته المورونة واللينا مع القيادات النهضة وقت اللي المواطن العادي تطبق عليه الاجراءات بسرامة ولا تراع له � ظروف التخفيف ولا غيره. وهذه يراي مبين مشاكل قضاء الكبيرة زاد. رأي تونس ما فيهاش مواطنين درجة اولى ودرجة ثانية. رأي تونس فيها مواطنين كلنا من الدرجة الاولى. رأي المشكلة هال اليخلق الضيم لدي عموم التونسيين هو هالمعاملة معناها المختلفة بين اطراف واطراف اخرى. هيا ليس سمحني وانت يا راشد الغنوشي انت مواطن كيف الناس ويمكن حتى مكش مواطنين كنتمشيت وتمتعت بجنسية البريطانية. وعيشت سنويل. لا ليس سمحني انا أعتبر من هو الشينا Monetية. إن أنا 세لزف هم مواطنين ولا يعبم انج timeeb events. لا تحبون تونس بها. وليس ك toujours. يتقصون تونس بلا الطرحė. 107 003133334343434434344299 уверعت. مواط units. مواطنين تونس. كذلك. مواطني. يطرح بأن تكون يدرجة لكل معقول. لقد قلت 라는 فرأي المواطني. يمشي يبحث قدام القضاء ويتوقف وميرع ويلوش خضر التخفيف. وهذا يبكل وقاحة يدعو انصاره الى الاحتشاد. وعلى فكرة رأي دعوة تافة وفارغة. موضعهم هو نهار خمسة عشرين جويلة من برلمان وقلم التحقوبية. جاءوا بعض المئات. ونعرف المرة هذه بشي يحطوا الفلوس. وبشي يصرفوا على العباد بشي طلعوهم بشي يحتاجوا بشبان كانوا عنده شرعية والشعبية. لكنه لن يمر. لكنه لن يمر بهذا. وبحول الله القضاء اللي قاعدة يبحث سيكون معناها المرة هذه ستكشف. كناها نحن رأوا ملف جمعيتنا معها وغيره من الجمعيات الخيرية الأخرى. والجمعيات معناها بسيفة عامة. ستكشف مدى تورة أنصار وقيادات حركة النهضة في الفساد. وفي اختراق أجهزة الدولة. وفي العبث بأمن الدولة. وان شاء الله ستكون معناها. وش معناها قضية سياسية. انت ماشي من أجل القضية. فهمني واضحة المعالم. شوين قد تسييس في القضية. لو كان جاء فم تسييسه. لو كان حبه. وهو معناها يوشير وأنه رئيس خيس سعيد هو لسييسه القضية. كان نجم يوقفك لقضايا لا حد شيء. لو كان فم ديكتاتورية كما تحبت. كنت نجم تتوقف وما تلقاش حتى كون يتحدث عليك. لكن ما سارش انت تأخذ في مجرى قضائي تمشي تبحث كاي وها مواطن. وكان عندك حقته ويظهروا لك القضاوي اذا ما انت غالط واظلمت في حق البلاد يزمك تحاسب. ما فهميش مواطن ما يتحسبش. عليش المواطنين اخرين يتحاسبوا انتي ليه. ساي وحاسب كباقية الشعب.